يا ابن إدريس كيف علمك بالقرآن؟ يا أمير المؤمنين عن أي علومه تسألني؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته بين جنبي وعرفت وقفه وابتداءه ومكيه ومدنية وكوفيه وبصرية وقد عرفت ناسخه ومنسوخه وليليه ونهاريه ووحشيه وأنسيه وسهليه وجبليه وما خوطب به العام يراد به الخاص وما خوطب به الخاص يراد به العام فما علمك بحديث رسول الله؟ عن أي حديث أخبرك؟ عما قاله؟ أو ما فعله؟ أو ما قرره؟ وهل تريد أن أسألك عن الصحيح منه؟ أو الضعيف؟ أو الموضوع المكذوب؟ وهل تريد أن أخبرك عما آمر به وجوبة؟ أما قاله ندبة؟ أما قاله إباحة؟ وهل أخبرك عما نهى عنه تحريمة؟ أم كراهة؟ أم تنزيها؟ إنك بهذا تدعي أن لديك علما واسعة فقل لي عن علمك بالنجوم إني لأعرف منها البرية والبحري والسهلية والجبلي وأعرف مطالعها ومغاربها وكيف يهتت الإنسان بها في البر والبحر فكيف علمك بأنساب العرب؟ إني لأعرف العرب العاربة والعرب البائدة والعرب المستعربة وأعرف أنساب العرب كلهم وصولا إلى أبناء نبي الله نوح عليه السلام وإني لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام وأعرف نسبي ونسب أمير المؤمنين وإنه أعظم أنساب العرب عزني يا ابن إدريس لقد سمعت عن أبي نواس أنه يشرب الخمر ويقرض الشعر فلما مات عزفت عن الصلاة عليه فأرسل الناس إلي أنهم حين غسلوه وجدوا معه ورقة فيها أبيات كتبها أمر أن تدفن معه فسألوني بجواز دفنها معه فلما قرأتها استغفرت الله وصليت عليه وماذا في هذه الأبيات؟ كتب أبو نواس يقول يا رب إن عظم الذنوبي كثرة فقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجا وجميل عطفك ثم إني مسلم فوضعتها معه وأمرت بدفنها معه علّ رحمة الله تصيبه فينجو يا محمد بن إدريس الشافعي لقد عفوت عنك وإني آمر لك بخمسين ألف درهم وراحلة وخادم أتريد غير ذلك يا محمد بن إدريس؟ لقد كفيت ووفيت يا أمير المؤمنين لماذا تبتسم أيها الشافعي؟ والله لا أدري من أيها أعجب لقد جئت اليمن فقيرا لا أملك شيئا وقد رهنت أمي دارها لأرحل في طلب العلم فأتي بي إليك مكبلا مغنول اليدين دخلت وأنا لا أدري أأخرج من عندك حيا أم ميتا فإذا بي ينالني عفوك وفوقه خمسين ألف وراحلة وخادم إنه عطاء قليل أمام العلم فما لديك من علم لا يوازي ما أعطيتك من مال ما يبكيك يا ابن إدريس لقد كنت تضحك منذ قليل كنت فقيرا أكتب الحديث خلف أوراق ترمى من ديوان الوالي فشكوت فقري لأمي فقالت لي العلم أوسع من المال ها قد رأيت بعيني مصداق قولها أنت هنا في بغداد مدينة العلم والعلماء ستجد فيها طلاب أبي حنيفة وحلقات العلم ومجالس المناظرات ستجد حقا أن العلم أوسع من المال بارك الله بك يا أمير المؤمنين يا غلام اذهب مع الشافعي فأعطه خمسين ألف درهم وراحلة وخادم واستحبه حيث يشاء وأبلغ الحراس أن أبواب القصور مفتوحة له متى شاء سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين ومن أراد الآخرة وسعنها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا أتطلقه وتثق به بعد أن جاءك مغلولا فلما أرسلت معه الغلام زادك الله فطمة يا أمير المؤمنين أتراه حقا على علم كما يدعي لا يظهر علم المرء حتى يجلس للمناظرة فإن ناظرته ظهر علمه من جهله السلام عليكم وعليكم السلام أراك تكتب الكتب لمن هذه الكتب؟ إنه فقه الإمام أبي حنيفة ولكنني إذا أعلم أن لأبي حنيفة فقها ألفه بنفسه إنه ما كتبه تلميذه محمد بن الحسن الشيباني أليس هو الرجل الذي يطعن في بعض مسائل الإمام مالك وهو فيها مخطئ وما أدراك أنت ما فقه الإمام مالك وما فقه الإمام محمد بن الحسن هل لي بالكتاب هذا؟ إنه كتاب للخاصة لن تفقه منه شيئا لنرى خذ كتابك فقد انتهيت منه أراك لم تفهم منه حرفا واحدا كنت أظن أن الإمام محمد بن الحسن قد أخطأ حين انتقد الإمام مالك في مسائل والآن تأكد كيف تأكدت وأن تكنت تضع يدك فوق الصفحات وكأنك لا تقرأ إنني أضع يدي على الصفحة التي لا أقرأها حتى لا تقع عيني عليها فأحفظها فيختلط الأمر علي أتزعم أنك حفظت شيئا من هذا الكتاب؟ لقد حفظته كله وإن شئت قرأته عليك أتهزأ به يا هذا؟ الباب الأول باب الإخلاص وقد بدأه بحديث إنما الأعمال بالنيات وقد رواه أبو حفص عمر بن الخطاب والباب الثاني باب الصلاة وهو في الصفحة السابعة وبدأ الشافعي يقرأ في الكتاب والكاتب يقلب الكتاب بين يديه حتى قرأه كله إن ما تقوله كله صحيح كيف استطعت أن تحفظ ذلك؟ هذا لا يصدق هذا فضل الله يؤتيه من يشاء أريدك أن تكتب لي كل ما صنفه محمد بن الحسن إذن تعال بعد شهر شهر؟ إنه كثير أريدها الليلة الليلة تريدها إن ذلك غير ممكن هذه عشرة آلاف درهم وهذا الجمل لك وهم أكثر من عشرة آلاف درهم لا أملك غيرهم كل هذا تدفعه لأجل الكتب فقط ولو طلبت أكثر لدفعت لك ولكنه مال كثير تدفعه ليس معك إلا عشرة آلاف أبقها لنفسك العلم أوسع من المال إن أمره عجيب لقد دفع العشرة آلاف كلها لأجل الكتب ولكنني أعطيته خمسين ألفا أين ذهبت الأربعون الباقية؟ ألم أقل لك يا أمير المؤمنين إن أمره عجيب فقد أنفق أربعين ألفا عند باب القصر فكلما مر بسائل أو محتاج يقف على بابك أعطاه حتى أنفق أربعين ألف درهم في ساعة أنفق أربعين ألف درهم في ساعة؟ نعم يا أمير المؤمنين ثم أنفق ما بقي معه على الكتب وقد أخذها ليعكف عليها الليلة فيقرأها وما الكتب التي أمر الكاتب بنسخها له؟ إنها كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبي؟ وماذا يريد الشافعي من كتبك؟ سمعته يقول أن الإمام محمد بن الحسن يخالف الإمام مالك في مسائل وإنه يريد أن يرد عليه هكذا إذن يريد أن يرد عليه من يكون هذا الرجل حتى يرد عليه؟ إنها فرصتك ليظهر علمه من جهله فإن تبين جهله فأنا سأجعله عبرة أمام الجميع وليعرف أهل بغداد أنه لا علم إلا علم أبي حنيفة نعم يا مولاي لا علم إلا علم أبي حنيفة سنقرر ذلك بعد أن تناظره اذهب أيها الغلام إلى الشافعي وابق معه وأبلغني بكل ما تراه سأفعل يا مولاي وجلس الشافعي يقرأ كتب محمد بن الحسن الشيباني كلها ليلا حتى الفجر وفي صباح اليوم التالي قصد الشافعي مسجد بغداد ووجد الإمام محمد بن الحسن الشيباني في مجلسه وأمامه حجد من الطلاب ولم يكن يعرفه من قبل ذاك هو محمد بن الحسن الشيباني أحد جلساء الخليفة هارون الرشيد والآن ماذا وقد عرفت أنه من جلساء أمير المؤمنين وأن له كل هؤلاء الطلاب إن كنت قد جئت لأن تصر لنفسي فسوف يذلني الله أمام كل هؤلاء وإن كنت قد جئت لأن تصر للحق فسوف ينصر الله الحق بي وبغيري فالله يعز من ينصر دينه ومن يذب عن عرض أخيه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور